اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب بالفوز الجديد الذي حققه فريق باريس افسي بشعار فيكتوريس البحرين على حساب دانكارك بهدف نظيف في الدور الفرنسي للدرجة الثانية واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان فريق باريس افسي بشعار فيكتوريس البحرين اعطى مكاسب عديدة للترويج لمملكة البحرين في المحافل الخارجية الكبرى مبينا سموه الى ان رؤية اسم مملكة البحرين في المحافل الكبرى هو احد المكاسب الكبيرة التي دائما ما نسعى لتحقيقها ضمن خطة البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين وضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان الفوز الجديد لفريق باريس افسي يعطي دافعا كبيرا للفريق لمواصلة التألق وتحقيق الانتصارات سعيا لتحقيق الهدف المنشود وهو الوصول لدور الدرجة الاولى الموسم القادم متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للفريق في مباراته القادمة التي سيلتقي فيها مع فريق جرين وبل ضمن الجولة الحادية عشره يوم السبت الحادي والعشرين من نوفمبر الحالي